تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعاتها بمحافظة الأقصر لتطوير كافة منح الحياة وكانت قرية الرزيقات تتبع لمركز أرمنت جنوب محافظة الأقصر واحدة من 34 قرية شهدت أعمال تطوير في مختلف الخدمات الأساسية ضمن مبادرة حياة كريمة عمل متواصل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الأقصر من أجل تطوير كل مناحي الحياة لسيما أن مناطق الصعيد عانت من إهمال كبير استمر لسنوات مشروع حياة كريمة والذي أطلقه الرئيس أسيسي من أهم المشاريع التي أعطت قرى الريف اهتماما كبيرا في شتى المجالات ومنها الكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات والصحة وغيرها من المشاريع الأساسية التي تحتاجها كل قرية ومن بين تلك القرى قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمانت جنوبية محافظة الأقصر قرية الرزيقات واحدة من 34 قرية شهدت أعمال تطوير في مختلف الخدمات الأساسية بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة القرية دي كان لها حظ ووافر بمشروعات حياة كريمة تنفس فيها مراكز شباب إسعاف إطفاء مركز تنمية أسرة مجمع خدمة مواطنين مجمع زراعي كباري على ترع نقطة إطفاء بالنسبة للوحدات الصحية طبعاً وفر أكبر كمية وحدات صحية على أعلى مستوى بالنسبة للمحافظة في جميع القرى الأول كنا بنرجاء للمستشفى بعد عناء وبعد ساعات عبل ما نوصل للمستشفى يا أهل طرع هتلقى مكان أو مش هتلقى مكان الحمد لله النهاردة وفر لنا في المستشفىات الصحية والوحدات الصحية الشاملة كافة المستلزمات الصحية للمواطن بالنسبة للمشاريع اللي عملها اللي عملها الرئيس عفتاح السيسي ومشكور انه هو افتكر الصعيد بحاجات يعني ما كناش نحلم بيها فالحمد لله جابنا الكهرباء وجابنا الصرف الصحي وعملنا العمال الحمد لله ومن بين المشروعات التي تم الانتهاء من إنشائها في القرية وحدة إسعاف ووحدة صحية ومجمع خدمات حكومية ومجمع زراعية بالإضافة إلى رفع شبكات الكهرباء ومياه الشرب وتوصيل الصرف الصحية وجاري توصيل الغاز الطبيعية ترجمة نانسي قنقر